السلام عليكم معكم علي أهلا وسهلا بكم درسا جديد نكمل في هذا الفيديو حديثنا عن الاسئلة اللاحقة تكلمنا بالفيديو السابق الذي أحب أن يرجع عليه للحصول على مزيد من المعلومات تكلمنا عن الاسئلة اللاحقة كيف أشكل السؤال اللاحق ولماذا أستخدم السؤال اللاحق كما قلنا السؤال اللاحق لمعرفة شيء بينه صحيح أو لأخذ موافقة لشيء معين يعني توافقني الرأي أو تخالفني استخدامه إذا كان العبارة الأولى مثبتة يكون السؤال اللاحق منفي إذا كان منفي يكون السؤال اللاحق مثبت عكس بعض نتكلم في هذا الفيديو عن حالات تريد أنها شوي انتباه أو حالات شاذة عن المألوف أنه دائما نستخدم الفعل المساعد بالجملة بشكل واضح يكون معنا وصريح لكن الحالات هذه يبالها شوي انتباه نذكر مع بعضك بشكل سؤال لاحق العبارة كما قلنا أضع بعدها فاصلة فعل مساعد كما قلنا يساعدناها تشكيل السؤال والنفي عندنا الفاعل وآخر شيء بيكون علامة استفهام هذه العبارة لقد ذهبوا بالحافلة باي يعني بواسطة أو عن طريق نضع كما قلنا هذه العبارة موجودة نضع فاصلة مساعد مع المضارعة تام نستخدم هاف نضع هاف أو بالمقتصر بس نضع هاف بداية الجملة الفاعل they have they بالأخير علامة استفهام لاحظ هنا ما في عدنا not نضع بعد have not haven't they إذن تصبح haven't they علامة استفهام قلنا إذا كان positive إيجابي إصبح نفي لاحظ they haven't gone buy car لم يذهبوا بالسيارة لاحظ في عدنا not negative سيكون السؤال اللحاق بدون not نضع فاصلة كما قلنا فعل مساعد أيضا نضع هاف بداية الجملة have they وننهي الجملة بعلامة استفهام they haven't gone buy car have they أليس كذلك الحالات البعد هذه بتكون فيه اختلاف راح نشوف كيف الاختلافات هذه أول حالة مع i i am happy لاحظ جملة إيجابية ما فيها not نضع فاصلة هو المفروض نضع بهالشكل هذا am ونحمل عليها not بعدين i علامة استفهام يعني i am happy am in't i لا نقول am in't أو am not i هذا خطأ نستبدل am be نضع فاصلة be are ونضع عليها not والفعل نفسه i question mark i'm happy aren't i أليس كذلك باللاحظ ننتبه بالنسبة i am نضع بدل am are aren't i بالنسبة إذا كانت الجزء الأول العبارة منفية عادي نفس اللي تعلمنا عليه i am not happy نضع فاصلة بس نضع عام بالأول تصبح am i أليس كذلك i am not happy عشان بيكون يعني سهولة اللفظ دائما وسرعة الكلام i am not happy عادي نقول am i أليس كذلك الحالة الثانية مع let's let's go fishing يعني دعنا نذهب لصيد السمك fish مع السمك وأيضاً fish يصطاد السمك fishing صيد السمك لا نقول to fishing لماذا fishing هو عبارة عن نشاط وليس مكان لو كان مكان to the garden إلى الحديقة نستخدم to إلى لكن هنا نشاط لا نقول to fishing لأنه fishing هو نشاط ليس مكان ننتبه على اللحظة هذه إذن let's go fishing دعونا نذهب لصيد السمك let's هي اختصار let us let us let us let us دعونا يعني مثل نقول احنا خلينا نسوي الشيء الفلاني أو نقوم بهذا الشيء إذن let's go fishing تبنى let him دعه let him let him let her let them دعهم وهكذا على حسب الضمير إذن let's go fishing نضع هنا فاصلة ممكن شخص يظن أنه هذا اختصار ال is ننتبه هذا خطأ هي اختصار ال us لذلك نستخدم هنا shall shall we إذن let's go fishing shall we يعني دعونا نذهب ل صيد السمك ما رأيكم يعني أنتظر لكم رأي ما رأيكم ما نقول أي شيء كذلك يعني بالعرب ما نقول دعونا نذهب ل صيد السمك أليس كذلك يعني ما رأيكم ماذا تظنون what do you think إذن let's go fishing shall we إذا كان عندنا أمر imperative open the door افتح الباب نضع كما بهذه الحالة افتح الباب أنت معتوا نستخدم will you will you مثل طلب مؤدب أو open the door will you لا أقول إليس كذلك بمعنى من فضلك أو لو سمحت open the door will you أو نستخدم would you will you would you don't open the door لا تفتح الباب بهذه الحالة نستخدم will you فقط will you بالحال الأولى إذا كان لا يوجد عندنا not نستخدم will you would you لاحظ would هي المعظم من will لكن هنا ليس بمعنى الماضي بمعنى نفس استخدام will بمعنى طلب مؤدب don't open the door will you ننتبه الجملة هذه موجودة there is أو there are أو there was there were there is a car there is بمعنى يوجد سيارة نضع كما فاصلة بهذه الحالة نستخدم is فداية الجملة تصبح is ما في not نضع not isn't there question mark ليس كذلك there isn't a car أيضا نضع فاصلة is بالأول في not لا نحتاج لnot نضع is there question mark أليس كذلك لا يوجد سيارة أليس كذلك ما في not نضع not في عدنا not بدون not إذن there is there are بمعنى يوجد دائما إذا كان is مع المفرد إذا كان عدنا r مع الجمعة يعني أكثر من واحد مور دان ون نستخدم r nobody everybody somebody نحن نلاحظ body جسم لكن بمعنى أيضا body تجي شخص nobody لا أحد إذن nobody لا أحد لا نقول لا جسم إذن لا أحد everybody كل أحد أو كل شخص everybody مثل عندنا everyone أيضا ممكن نستخدم no one nobody no one everybody everyone نفس الشيء somebody شخص ما أيضا ممكن نستخدم some one شخص ما nobody everybody somebody لاحظ nobody بمعنى شي نفي إذن negative everybody positive somebody positive يعني أثناء الجملة تكون دائما nobody بمعنى شيء سلبي لماذا؟ عشان السؤال لحق يكون إيجابي ننتبع هنا everybody somebody بيكون إيجابي يكون السؤال لاحق بيكون عندنا negative هذه أول نقطة النقطة الثانية يجب أن نعرف أنه بعد nobody everybody somebody يكون الفعل نعمل معاملة المفرد كأنه واحد يعني ما نستخدم are نستخدم is بعده أيضا نستخدم إذا كان مضرع بسيط نضيف الفعل s إذا كان نستخدم was و نستخدم was إذا كان عندنا have و has نستخدم has إذا كان do و does نستخدم does لاحظين إذا دائما نعمل معاملة المفرد إذا كان عندنا was كما قلنا إذا بها شكل هذا إذا نعمل معاملة المفرد nobody everybody somebody كن فاعل لكن معاملة معاملة المفرد دائما حتى لو كان لا أحد everybody كل شخص يعني كل أحد نظر أنه جمع لكن نعمل معاملة المفرد لاحظ nobody was sad لم يكن أحد حزين لاحظ بعد nobody نستخدم was لا نقول where was no بمعنى سلبي بهذه الحالة nobody مفرد يكون عندنا نستخدم هي ولا شي إذا ما نعرف هنا الفعل هو مذكر ولا مؤنث ولا مجموعة بهذه الحالة نستخدم they دائما بدل عن nobody everybody somebody نستخدم they نستخدم they ننتبع عليها بس سؤال لاحظ إذا nobody everybody somebody نستخدم they لاحظ نوع negative بهذه الحالة they لا نستخدم معها was نستخدم معها where nobody was said where they أليس كذلك إذا لاحظ أو لم يكون أحد حزين where they أليس كذلك مراحظة الفعل المساعد الذي سأل به أجاوبي اسمعت where they الإجابة yes they were no they weren't everybody is happy لاحظ كل شخص سعيد أو يكون سعيد لاحظ إذا استخدمنا is لا نقول are لأنه نعمل معاملة المفرد لاحظ everybody كما قلنا نستخدم معها they مع they لا نستخدم is نستخدم are عندنا positive لازم يكون عندنا نفي نستخدم not aren't they أليس كذلك أيضا نسمعنا are أثناء الإجابة aren't they yes they are no they aren't إذن سألني بare يجب أن أجاوب are ننتبه مع I am he she it is we you they نستخدم معاها are ننتبه على ملاحظة هذه somebody will meet her سيقابلها لاحظ شخص ما لاحظ somebody نعمله معاملة كما قلنا الجمع تصبح عدنا they will النفي منها will not أختصر will not إلى want صحيح will not أو want نضع will في بداية الجملة استخدم بدل somebody they تصبح want they لأن will ما في not نستخدم معها not صير want they want they أليس كذلك أثناء الإجابة بهالمكان هذا want they لاحظ عشان تكون الصورة أوضح yes no want they يعني سألنا will not they المفروض الجواب well ما تردد يعني where has have are am أبدا بدون أي تردد سألنا well يجبع أن تكون إجابة well won't they yes they well no they well not won't والأفضل دائما بالكتابة يعني بيكون أختصر للسرعة الكتابة وأيضا أثناء الحديث بيكون الإختصار أفضل بلغو الإنجليزي يحبون الإختصارات إذا به الشكل هذا ننتبه بالنسبة nobody everybody بلغو الإنجليزي سنبدينا عمله مع عامة المفرد أيضا بيكون عاملها أثناء السؤال اللاحق بيكون they does he speak English يعني هل يتحدث الإنجليزيا doesn't هي أليس كذلك لاحظ استخدمنا does وبعدين not برأيكم هذا التعبير صح هذا التعبير خاطئ لماذا برأيكم لأنه تكون العبارة ليست سؤال كيف سؤالين بنفس الجملة يعني هل يتحدث الإنجليزية أليس كذلك هذا خطأ لا تكون العبارة قبل السؤال اللاحق استفهامية أبدا هذا خطأ الجملة ممكن تكون he speaks English هو يتكلم الإنجليزية هذا الجملة مثبتة ما فيها سؤال عنده إذن نضع فاصلة الفعم يساعد مع الحذر البسيط أو الموضوع البسيط لأنه في عدن S do أو does هنا نستخدم does تصبح does ونحمل عليها not doesn't هي أليس كذلك هذا الجملة صحيحة بينما الجملة الأولى خاطئ لماذا لأنه سؤال question وإيضا هنا شو سؤال ما يكون عندنا سؤالية بنفس الجملة خطأ يكون عندنا عبارة ألحقها سؤال اللاحق يعني ألحقها بالسؤال اللاحق يعني في نهاية الجملة question take إذن السؤال اللاحق تبهنا على الملاحظة هذه إذن في الجملة الاستفهامية لا نستخدم السؤال اللاحق أبدا ممكن يجيني ممكن أتكلم سؤال وبعدين سؤال اللاحق خطأ أيضا ممكن بالامتحان واحد يعني متعلم عنده امتحان بيجب له يعني جملة بيقول له صحيحة اللاحظ هذه الجملة استفهامية يجب أن نكتبها جملة مثبتة ويتبعها بسؤال لاحق تكلمنا في هذا الفيديو عن بعض الحالات ممكن يعني نقول شاذة أو حالات شوي غريبة لازم نعرف أن تعمل معها باللغة انجليزية أيضا من المهم معرفة السؤال اللاحق لأنه دائما أثناء اللغة المحكية يستخدمون السؤال اللاحق في اللغة الدارجة في اللغة الانجليزية أيضا سمينا لاحق سؤال لاحق لأنه يأتي جملة ونلحقها بسؤال يعني أنهيها بسؤال هذا معاته لاحق يعني جملة بعدها سؤال هذه يسمونه السؤال اللاحق مشان ممكن شخص يقول أنه ما معنى لاحق إذن لأنه بعد الجملة يأتي السؤال هذا من هذا الشكل أنهي ندرسنا لهذا اليوم أتمنى قدمت شيء للفائدة إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع لايك الفيديو وترك تعليق في نهاية الفيديو يصلكم كل جديد أنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته ترجمة نانسي قنقر